هذا الرسول والعملاق والسفير سفير المسيح يكتب إلى كنيسة أفسوس محببة على قلبي يسميه إلى القديسين في أفسوس وإلى المؤمنين في يسوع المسيح هم يتكلم عن جماعة المؤمنين الذين ولدوا ولادة ثانية من الروح القدس اللي اختبروا عمل النعمة الإلهية اللي الرب فداهم بدم يسوع المسيح اللي اختبروا نعمة الخلاص وأصبحوا مفديين مخلصين وكلمة قديس لا تطلق على الأموات أو اللي صنعوا معجزات فقط لأنه يمكن الناس اللي كتب لهم يمكن لم يصنعوا المعجزات مع أن هذا الاصطلاح موجود تسع مرات في رسالته إلى أهل أفسوس لكن القديسين مقاما في يسوع المسيح تعني الذين أفرزوا الذين تخصصوا الذين انفصلوا عن العالم وأصبحوا من شعب الله الذين اتحدوا في المسيح وصاروا واحد مع المسيح وفي المسيح أيضا الذين التصقوا بالمسيح وأصبحوا جسد يسوع المسيح هؤلاء القديسين أو قديس تعني منفصل أو منعزل أو مفرز هذا بميزه عن العالم اللي كان عايش فيه فالرب دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب والرب أقامنا من الموت إلى الحياة والرب دعانا حتى نكون شعب الله شعب مخصص شعب مميز يسمينا القديسين القديسين طبعا المحبوبين والمؤمنين في الرب يسوع المسيح بيقدم لهم التحية هذه التحية المسيحية هي تحية النعمة وتحية السلام السلام كانت تحية يهودية النعمة أصبحت تردد في هذه المقاطعات في خدمات بولوس هي تحية النعمة فالنعمة هي عطية الله التي لا نستحقها أو لم نعمل لأجلها لكن الله أنعم علينا بالمحبوب يسوع المسيح والشيء الجميل لما بيكتب لكنيسة أفسوس إلى القديسين نحن لا نعرف نوعيات المؤمنين هل كانوا أقوياء جدا أو ضعفاء لكن واضح من الرسالة كانوا بيتمتعوا بكنز بثروة روحية في كنوز أنهل عليهم الله من نعمته في نهر الله المتدفق من بنك السماء فواضح أنه كان عندهم هذه الامتيازات لكن بغض النظر نضوج الإنسان كم هو قوي بالإيمان أو ضعيف بالإيمان الشيء المشترك بين هؤلاء المؤمنين بالرب يسوع المسيح أن الرسول بولوس دعاهم قديسين وهذه واحدة من الأسماء اللي بيتميز واللي بيتمتع بها المؤمن المسيحي فنحن فعلا كنا أموات بالذنوب والخطايا لكن المسيح أحيانا وأقامنا معه كنا عايشين بالموت والضياع والهلاك كنا أبناء المعصية أبناء الغضب لكن الله تحنن علينا برحمته وجعلنا أولاد لإله وحررنا واشترانا ودفع ثمن بدمه لأجلك ولأجلي حتى تكون لنا هذه العلاقة وهذا الامتياز مع الله حتى نصبح قديسين إصطلاح لا نستحقه لكن أنعم علينا من خلال شخص الرب يسوع المسيح بصلي من كل قلبي اليوم أنك تقيم حياتك هل فعلا أنت قديس؟ هل فعلا أنت مولود من الله؟ هل فعلا لك حياة أبدية؟ هل فعلا أنك تحررت من الخطية؟ وإسمك مكتوب في سفر الحياة؟ إن كنت تحتاج إلى مساعدة روحية من فضلك تواصل معنا من مدينة أفسوس القديمة أقول الرب يباركك وتختبر هذه النعمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر